لبنان بقالها يومين بتشهد تفجيرات متزمنة خطيرة وأصفرت عن مئات الإصابات و11 وفاة والعدد ده يمكن كمان مرشح أنه يزيد المشهد كان غريب جداً وأصابع الاتهام اتجهت نحو أجهزة النداء والاتصالات أو البيتجر واللي تبعها انفجارات كبيرة جداً لاسلكية حصلت إمبارح السؤال ده بيطرح نفسه إيه اللي حصل فعلاً وهل ممكن يتم السيطرة على الأجهزة دي ولا كان فيه متفجرات مزروعة فيها والأهم هل ممكن السيناريو ده يتكرر مع الموبايلات؟ أسألة كثيرة جداً يعني كلنا تبعنا المشهد ده عبر شاشات التلفزيون والقالوات الإخبارية وكل واحد بيسأل إيه اللي حصل بالضبط ده ممكن يحصل هذا التفجير عن بعض هل ده بيندرج ضمن حرب سبرانية فعلاً حصل اختراق لهذه الأجهزة ولا لهذه الأجهزة أو البيتجرز دي تم تفخخها من قبل أسألة كثيرة جداً هنحاول نفهمها مع حضراتكم ونشوف كده إجابات عنها مع الدكتور أحمد السخاوي خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات اللي منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر أهلا بيك أهلا بحضراتكم أهلا يعني شفت كخبير للأمن والمعلومات المشهد ده إزاي؟ مشهد اتصالي غريب جداً حد من العاملين بحزب الله أو حتى من المدنيين إنه كمان فيه وفيات وإصابات من المدنيين ماسك هذا الجهاز الأديم يعتبر البيتجر ومرة واحدة بينفجر في وجهه تحليل المشهد ده أمنياً ومعلوماتياً شفتوا إزاي أول مرة؟ طيب رقم واحد طبعاً عندنا الحروب السبرانية هي بدأت تلقي بظلالها نظراً لأن الناس زمان كان عندها اعتقاد إن آخر ما يمكن أن أنا تأذي منه هو سرقة معلوماتي أو سرقة بيانات أو سرقة حتى بعض الملفات اللي ممكن تكون خطيرة طبعاً الناس ممكن يكون مش دارج عندها كثير فكرة التفجيرات فكرة التحكم في الأجهزة بالمناسبة التفجيرات هي ممكن تحصل لابتوب ممكن تحصل لكمبيوتر لوحي عن طريق بايوس خاص به ممكن توصل للتلفونات بتاعتنا ده طبعاً موجود وده على فكرة في حوادث فردية حصل فيها الكلام ده هنذكرها طبعاً طبعاً إحنا اليومين اللي فاتوا شفنا نموذج لده ولكن نموذج موسع وبارة عن تفجيرات كبيرة جداً وصلت لأكتر من 3000 مصاب بدأوا يكونوا فيه إصابات خطيرة جداً عندهم وشفنا طبعاً عدد 11 قطيل مرجح أن هم بالمناسبة يوصلوا يعني عدد يمكن ضابل كمين في حالات حرجة كتيرة جداً بالضبط فللأسف يعني ده أمر واقع وده حصل طيب الناس لازم تفهم إيه لازم تفهم طبيعة عمل الجهاز طبيعة عمل الأجهزة بتاعتنا اللي موجودة يعني إيه ممكن جهاز ينفاجف يعني إيه أصلاً فكرة إزاي جهاز زي ده ممكن يتقف معايا إيه حصل موجة انفجارية كبيرة خاصة بالجهاز اللي معايا فخلينا نوضح كم نقطة رقم واحد جهاز البيجر أو الجهاز البيجر حسب نقطة يعني هو جهاز ممكن نقول قديم شوية الجهاز يمكن تم استخدامه في 1920 بدأ يتم إطلاق حاجة زي كده كان طبعاً بدائية أكتر من الأجهزة الموجودة دلوقتي جهاز تم استخدامه في الترسلات النصية أنه يجيلي أنا مثلاً بيبع عندي كود الكود ده زي رقم التليفون كده ولكن هو معرف الكود بتاعي لأنا بستقبل عليه الشعرات النصية حصل من خلال الشعرات النصية دي استقبال وإرسال بعض المعلومات بشكل ممكن نقول عليه آمن آمن بالنسبة للإستخدام بتاعها وطبعاً من هنا بدأت فكرة الإستخدام للأجهزة اللي هي اللاس الكية دي طيب أهميتها طبعاً في الوقت اللي احنا فيه أن هي لا تعتمد زي التليفونات على الشفاكات الخلوية يعني أنا مثلاً مش هلاقي مريض عنده القلب مثلاً زارع بعض الأجهزة في القلب وممكن يعني يتئذي من استخدام التليفون فبالتأكيد جهاز زي البيجر هو كان آمن له لحد ما لأنه بيعتمد على فريكوانسي مشابهة للراديو زي موجات مثلاً الإف أم وما إلى ذلك فهو إلى حد ما أأمن بيتم استخدامه في المستشفيات بيتم استخدامه في بعض الأجهزة طبعاً الأمنية على مستوى العالم بيتم استخدامه فيه أكتر من جهة لو فيه مثلاً منطقة نائية زي السحرة زي أكتر من منطقة ممكن ما يكونش فيها تغطية للشفاكة خاصة بالتليفون المحمول حالياً في الوقت اللي احنا موجودين فيه وبالتبعية هو يعتبر الحل بالنسبة للناس السفاري والناس الموجودة على المناطق النائية طيب هل استخدامه كان آمن أو هل فكرة استخدام الأجهزة دي آمنة وهل علاقته إيه بالتليفونات وأيهم أحدث وهل الجيل الحديث بتاع أجهزة البيجر هل هو أعلى ولا التليفونات ولا إيه طيب خلينا برضو نوضح أن أجهزة البيجر هي أجهزة أقل طبعاً من التليفونات هي الأجهزة في منها كذا إصدار الإصدارات المتعرف عليها مع الناس لا تقوي على أجهزة ملاحة يعني الحاجات المتعلقة طبعاً بالمابس والخرائط وما إلى ذلك الإصدارات القديمة طبعاً ما فيهاش طبعاً لا بلوتوس ولا واي فاي ولا أي حاجة من الكلام دي وهي تعتمد فقط على زي ما قلنا شبكات لاسلكية بتبس شراط وبتبسل لها شراط وممكن تنبيهات صوتية طيب هل هو آمن؟ آمن استخدامه لو أنا استخدمته وهل هو آمن من التليفونات اللي احنا شفناه بالتأكيد لا طيب هل هو فكرة التسليم المطلق للأجهزة التكنولوجية هل ده صحيح؟ تأكيد غطأ لأن فيه ناس تقول أنه لا دائماً من التليفون ده التليفون لكن خليني أقولك على حاجة الناس كثيرة جداً من الناس اللي شغلها بيشوية أو بيتحتم على بعض السرية أو معلومات ما ينفعش أن أنت تشاركها مع أي حد أو يتم اختراقها كانت بتستخدم يا إما بيتجر يا إما الموبايلات اللي هي الأديمة أوي اللي ما كانتش بتتصل بالإنترنت فالمفروض أنه ده كان يبقى آمن يعني بعض الناس حتى الطبعية جداً إلا بس ما لهاش في التكنولوجيا وتستخدم الموبايلات اللي هي الأديمة فالنهارده المفروض أنه الاستخدامات ده كانت تبقى آمنة مين كان يعرف أنه يمكن أنه ده ممكن أصلاً أنه يحصل وإزاي أنا عايزة أفهم إزاي التفجير ده يحصل من جهاز صغير لشأن النهارده التفجير ده المفروض متفجرات تبقى بالفعل موجودة إزاي حتى لو بطارية تنفجر بهذا الشكل وتقتل العشرات طيب هارجع بس النقطة مهمة وهي التليفونات الأديمة التليفونات اللي لا تحتوي على كاميرا ولا أنظمة زي أندرويد أو أويوس هل هي آمنة؟ ده سؤال ناس كتير جداً بتقولك طب أنا هستخدم بقى تليفون وانعل أن يحصل عليها هاك وما إلى ذلك طيب مبدئياً التليفون الأديم ده أنا هستخدمه في إيه؟ هستخدمه في مكالمة أو في إس إم إس في صغرة اسمها إس إس سيفن موجودة وللأسف الصغرة دي في بروتوكولات الاتصالات العالمية موجودة ممكن أي حد منها يتجسس على مكالمات حد أو ياخد رسائله ويبقى فيه نوع من أنواع الهاكينج عليها فالصغرة دي بتحزف الفكرة بتاع التليفونات الأديمة هي أأمن هي ممكن تكون أأمن في حالة واحدة إن ممكن تبقى أمن ليا نظرة لأن هي لا تحتوي على إنترنت فبالتبعية الخصية بتاعتي أقل خطورة يعني مش ناس كتير لو أنا شخص عادي هتحاول أن هي تتتبعني طبعا الصغرة دي هي صعبة شوية فيه تطبيقها ولكن استيل موجود ويمكن ناس كتير جدا عالميا تقذت منها وده يعني اللي هيدور هيفهم الكلام دي طيب إحنا بنقول إيه بنقول الجهاز بتاع الفيتشور هو إيه اللي حصل إيه اللي حصل فيه طيب عندنا طبعا نظرة للموجة الانفجارية اللي تمت عن طريق تزامن فيه التفجير في كل الأجهزة دي أعتقد إن هي حاجة من الاتنين والاحتمال الأول هو الأقر الاحتمال الأول إن تم زراعة تم زراعة تفجيرات تفجيرات تم تفخها قبل استخدام صحيح على البطارية لأن نحن عارفين طبعا البطاريات الجهاز سهلة جدا أنه ممكن يحصل عليها مفجرات ممكن يحصل عليها يعني الإكسابلويت ده مسهولة جدا أو طبعا فكرة إن تم اختراق السيرفرات المشغلة للأجهزة دي لكن لو السيناريو الأول وهما يعني هل ده معنا إن هما حزب الله مثلا اشتروا الأجهزة دي حديثة جدا كده؟ هو حزب الله اشترى الأجهزة دي حديثة اشترها من إيه؟ اشترها من شركة تايوانية خلاص؟ اسمها أقول له طيب أقول له حاجة كده كونسالتين جايبة طبعا الشركة دي هي المفروض مزودة للعلامة التجارية المفروض العلامة التجارية دي هما أيضا يعني فيه شركة تانية وسيطة المفروض إن هي أصلا غير معلومة والحد دلوقتي ممكن تكون يعني فيه علامة استفهام كبيرة جدا عليها بالتضقيق وراء الشركة دي لقينا إن هي الشركة وهمية تم إنشاءها حديثا وهي المورد للأجهزة دي ممكن الوسيط ده يعني فرضية واحتمال إنه يحصل زرع للمتفجرات بكمية داخل هذه الأجهزة طبعا إحنا مش عايزين بس نقول نظرة للمساعدة بفرضيات كتيرة حتى الآن تقليل ده الاحتمال الأقرب لأن فكرة التزامن دي طبعا وراءها على ما استفهام بالتأكيد كمان موضوع النوع الانفجار ونوع الاكسبريت اللي حصل للجهاز نفسه بتوضح إن طبيعة التفجير ده هو حاجة ولدت موجة انفجارية داخل التليفون وطبعا نظرة للانفجار نفسه إحنا على فكرة لو عندنا بطارية وحتى الناس اللي بتستخدم التليفونات في الشمس وتحت ضغط عالي جدا وممكن يبقى فيه نوع من أنواع التعدين للعملات الرقمية على التليفون ده طبعا بيعمل ضغط على التليفون بتاعنا وممكن يحصل انفجار ما بتحصلش بالطريقة دي فهنا إحنا عايزين نقول إن كان فيه بعض المواد الانفجارية موجودة طبعا أستاذ أحمد أنا النهاردة أحمي نفسي إزاي أتأكد إزاي إن أنا جهازي آمن النهاردة فيه ناس أكيد خايفة مرعوبة من فكرة إن أنا مسك جهاز في إيدي ممكن في أي وقت الجهاز ده يكون سبب أزي يمكن مبارح بفكرة أزيتي في المعلومات أو أزيتي في اختراق معلوماتي الخاصة النهاردة كمان فيه أزية حتى على حياتي بالضبط كيف أتأكد من سلمية هذه الأجهزة الموجودة بحوضاتي طيب فيه مستويين للتأمين هنا بنتكلم على المستوى الشخصي البدائي وفيه مستوى متقدم من الهاكينج ممكن يكون فيه أزية طبعا مادية لها رقم واحد لو أنا بستخدم تليفوني لازم أكون أويف جدا 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 أنا بتعامل في ووبسايتس عاملة إزاي لو حسيت إن ممكن يكون فيه نوع من أنواع الإعلانات حتى المزعجة كبداية خالص لإن أنا ممكن أكون مختارك حتى فيروس بسيط ولا حاجة لازم طبعا أسوأ بقى هعمل فورمات للتليفون بتاعي هبدأ إن أنا أمنع الحاجة دي عن طريق بعض الأنتي فيروس اللي ممكن تكون موجودة طبعا ده على المستوى البدائي اللي احنا بنتكلم فيه واللي طبعا بالتأكيد كلنا عارفينه فيه طبعا مستوىات متقدمة أكتر ممكن يكون فيها هاك علي زي إن أنا يكون فيه هاكينج على الراوتر بتاعي وده للأسف موجود على الراوتر نفسها طبعا فيه هجمات ممكن تكون موجودة زي يدين إسس بوفنج مثلا وده حاجة باختصار أنا الراوتر نفسه لو أنا بعمل أكسز على ووبسايت زي جوجل مثلا ممكن يديني ووبسايت شبيه بجوجل أو فيسبوك وليكن وأبتدي أحط فيه معلوماتي وهو شبيه به أو شبيه به يعني ولكن هو ليس الوبسايت الأصلي كلام ده ياسري طبعا على المواقع اللي احنا بنعمل عليها الشوفينج وللأسف ياخد كل المعلومات وبيناتك خلاص أنا ممكن يديني ووبسايت هو الوبسايت الرسمي بنفس التأسيم بتاعته ونفس مثلا الخاصة به البيلدين بتاع الوبسايت وألاقي إن أنا حطيت حطيت بدأ يكون معا حد بيعمل عليها فطبعا دي نقطة مهمة جدا نخلي بنا برضو من موضوع الراوتر لأن ناس كتير مش فهمة الراوتر ده وتحديدا كمان في شركات عفكا سوفتوير أنا شفتها أكتر بمره عندهم هما بيصدروا التكنولوجيا فات السوفتوير عندهم بعض الفيروسات موجودة مثلا من خلال الراوتر من خلال السوفوروب بتاعتهم من خلال كمان الحاجات الكلاود اللي هما بيتعاملوا عليها واللي للأسف فقت سوف أحمد السخاوي خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات بمشكرة شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات نورتنا وشرفتنا وصباح الخير وشكرا جزيلا على الصناعام